أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه ينتظره العالم بأسره حيث يمثل هذا الصرح العملاق هدية مصر للعالم وفرصة للوصول إلى أعلى معدلات سياحية وخلال اجتماع لمتابعة لمسات نهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة أشاد رئيس الوزراء بالانتهاء من هذا الصرح الحضاري الثقافي الذي يؤكد أن المصريين قادرون على الإنجاز وعلى الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم وهويتهم كما أنهم قادرون على المحافظة على الحضارة المصرية وصيانتها وترميمها ونقليها بطرق علمية وأمنة وعرضها للزوار بالشكل اللائق وبأحدث الوسائل التكنولوجية